اشتركوا في القناة اول شي راح نسوير راح نروح الهلم وراح نشوف المضارب اللي راح تسير هنا مضارب عائلية ما نشغل فيها ولكن بعدها ندخل على طول في البزنس خلوني شوفيش مطلوب مننا راح نكلم الـ ExoFrame بعد ما نكلم الـ ExoFrame يبغى مننا نروح نلعب الـ Heist الجديدة اللي موجودة في مارس اللي راح يقول طب مارس ميه موجودة كعالم؟ لا مارس هو موجود ولكن موجود جزء بسيط منه اللي هو أصلا الـ Enclave جوا سافتون ترون وورد فهي تكمل المارس فراح نروح نلعب المشن اللي موجود في السافتون ترون وورد فوق الدنجون تقريبا بشوي راح تخلصون المشن بس حابة تنبه معلمة بسيطة اللي يدقون الأجراس او اللي انا قلت لكم اللي يغنون هم هذول اللي انا الحين قاعدت بحهم قدامي لكن عموم هذا من نسبة للي موجود في مارس نفس المكان بالضبط راح تلاقونا كل مرة راح تلاقونا في نفس المكان لكن على المهم بعد ما تخلصوا الميشن راح نروح للخطوة اللي بعدها على طول الخطوة اللي بعدها كبلة علينا نحن راح نروح نخلص الهايست اللي موجودة في نفس الهلم ولازم نفتح الصندوق اللي ب500 متيريال فإذا ما عندكم 500 متيريال راحوا جمعوا شيء المتيريال قم تلعبون الميشن والحين راح أوريكم وين مكان اللي يغني أو اللي يدق الجرس في ميشن الهايست اللي في يوروبا طبعا من نسبة لأحاوريكم هذا اللي موجود في يوروبا اللي موجود في المون فعليا فعليا هو فعليا تالى من أول ما تبدوون الميشن على طول في وجهكم راح تنظفون شوي تادز راح يطلع في وجهكم على طول ولكن على العمم مالكم في طويلة راح تفتحون الصندوق اللي ب500 راح تخلصون كذا الميشن حق الهايست وبعدها راح يطلب منكم تروحون تخلصون الميشن الاضافي اللي كل ما يملكم تسوينا للمرة واحدة كل أسبوع اللي هو الميشن دامن يطلع في آخر شيء تحت عليمين راح تخلصون الميشن هذاكي شباب وبعدها راح نقدر أقول لكم تقريبا تقريبا خلصنا كل شيء الأسبوع هذا ولكن طبعا لا تنسون أنكم تشترون الأبغريدز بعدما تخلصون من القصة كاملة راح يجيكم اللي هو السيزنال شالنج أنكم خلصتوه رحوا استلموا السيزنال شالنج عشان تاخذون مننا القطع حق التطوير الأسبوعي ولكن لا تنسون اللي مطلوب مننا نحن نروح التور معلش الهلم في البداية راح أتكلمون أنا بري عن طريق الرسالة الضوئية ولكن أيا كان ما عليكم منها راح تخلصون من الرسالة اللي هنا وبعدها راح تقولون أوه خلصنا لا ما خلصتو لفوا على طول راحوا كلموا الأكسو فريم وبعدما تكلمون الأكسو فريم هنا أقدر أقول لكم فعليا خلاص خلصنا اختاروا الجائزة اللي تبغونها وبكذا نكون خلصنا قصة الأسبوع هذا طيب شباب لا تنسون لكم تشترون الأبغريدز حقة الأسبوع هذا هم شيء من نسبة لكم لا تنسون لكم تشترون الأبغريد اللي موجودة في السيزن باس بالنسبة للكوست الثانية أو الخطوة الثانية قلت لكم أنا كل اللي علينا بس نحن نخلص عشرة هايست ونذبح خمسة من اللي هم اللي يغنون أو هم اللي حقون العجراس الوديتكم قبل شوي مكان اللي اثنين اللي موجودين في مارس ويوروبا ومن نسبة للمون قلت لكم قبل شوي كل اللي عليكم بس أنكم تروحون في بداية المشن حق المون أول ما تجون كده على طول أو ما تقدمون شويتين رح تذبحون شويت آدز رح يرصبون قدامكم على طول رح تذبحونه وتخلصون منه على طول طيب شباب هنا وصلنا نهاية المقطع آخر شي حاب أني يقول لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية أدري من المقطع هذا قصير ولكن المقاطع الجاية بإذن الله تكون أفضل وأفضل سلام عليكم